موسيقى 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 المرأة في التنمية الاقتصادية والعلمية فضل دكتور سؤال أحيانا أشكر المركز العربي بالقضاء بالمحمة على الاهتمام بهذه القضية لأنه في زحمة الشؤون العامة في مصر في الوقت الحالي كثير من القضايا المهمة لتطوير المجتمع في مصر بالضيع يعني أن هذه القضية في غاية الأهمية الحقيقية دائما أي مجتمع بيتطور في إطار البيئة العالمية اللي هو موجود في وسطها بنسميها الوسط التاريخي اللي هو بيؤثر على أي مجتمع وبيتأثر بهذا المجتمع إذا كان هذا المجتمع عنده من الحيوية والقدرة إنه بالفعل يبقى مؤثر في البيئة العالمية مش مجرد متلقي لها وبالتالي يعني مصر فيما يتعلق بكل ما له علاقة بالمرأة من تعليم من عمل من مشاركة سياسية إلى آخره مرتبطة بالبيئة العالمية وأيضا بالتطورات والظروف الداخلية في مصر اللي هي ببعض الأحيان بتكون معاكسة للتطورات على الصعيد العالمي ومرتبطة بالتطورات في منطقة محددة من العالم هي أكثر ارتباطا به لو نظرنا للعالم عموما تطور الوضع السياسي الوضع الاقتصادي ووضع التعليم بالنسبة للمرأة بناء على احتياج المجتمع لمشاركتها في لحظات معينة يعني عادة تحتاج المجتمعات لحشد كل أبنائها في اللحظات الفارقة ولحظات الأزمات سواء كانت أزمات اقتصادية أو أزمات وطنية متعلقة بحروب أو باحتلالات أو أشياء من هذا القبيل لكذا هتلاقي أغلب الحقوق السياسية للمرأة أعطيت بعد الحرب العالمية التانية لأن المرأة في الحرب العالمية التانية خاضت نضالا جبارا جنبا إلى جنبا مع الرجال في البلدان التي تعرضت لأزمات كبرى في تلك الحرب كان فيه نموذج آخر مرتبط بجانب ايديولوجيا اللي هو الدول الاشتراكية نفسها لأن عندها موقف فيما تعلق مسألة المساواة بين المرأة والرجل فقدمت نموذج عالمي في هذا الصدد وكان هذا النموذج تأثيره أيضا في لحظة الحرب واضح جدا أن هذه المرأة التي حصل نوع من المساواة القانونية رغم مجتمعات كانت أكثر تخلفا بكثير في روسيا مثلا أو في الدول الاتحاد السوبيت السابق من دول أوروبا الغربية لكنها المرأة أعطيت حقوق لم تكن معطاة لها في الدول الغربية وبالتالي مشاركتها في الحرب الوطنية العظمى كما تسمى بالنسبة لهم في الحرب العالمية التانية كانت بالفعل هائلة وساعدت بلدانها على أنها تعمل إنجاز في تلك الحرب نحن عندنا في مصر الحقيقة أن التطورات فيما يتعلق بقضايا المرأة ومشاركتها في التنمية ومشاركتها السياسية ارتبطت أيضا بالحروب الوطنية عندما جاء الاحتلال الفرنسي لمصر 1798-1801 الحقيقة هذا واحد من أحط الاحتلالات التي مرت على مصر في تاريخ في ثلاث سنوات من التقتيل الهمجي والإجرامي أتلوا 300 ألف من المصريين يعني خلال 75 سنة من الاحتلال البريطاني قتل حوالي 25 ألف أما خلال الاحتلال الفرنسي خلال ثلاث سنوات كان 300 ألف طبعا الفارق ليس إن فيه استعمار حلو واستعمار وحش الاستعمار كل أنواع الاستعمارها في الحقيقة نمط منحط محاولات سيطرة دولة أو رأس مالية جشعة على بلدان أخرى أو ابطاع فيما قبل على بلدان أخرى ونهب مواردة اللي فرق إن مصر كانت تطورت فلم يعد من الممكن يحصل هذا التقتيل الهمجي والإجرامي اللي حصل في فترة الحملة الفرنسية لكن المهم إن فترة الحملة الفرنسية كان فيه مشاركة هائلة من النساء يعني بتذكر الحملة الفرنسية مش احنا إنه لما احتلوا مصر عموما تم إبادة الحمية الفرنسية في المنصورة بالكامل وكانت اللي شارك في هذا الأمر رجال ونساء طبعا كان الرد عاصف يعني نصبوا المدافع في مواجهة الأحياء اللي قامت بيئة الثورة والمناطق اللي قامت بالثورة ودمروا أيضا فيه هم عاملين ذكر القريتين في المنوفية تاتا وغمرين حصل بالفعل إنهم أبادوا أيضا الحمية الفرنسية اللي كانت موجودة هناك وقواموا مقاومة عنيفة لما كانت الحملة مرة فكان الحال إنهم نصبوا مدافع أيضا وده كان المنطق اللي كان سائد من فترة حتى بالنسبة للقاهرة نصب المدافع على المؤطم في ثورة القاهرة الأولى والثانية وضربها فعمل نفس الأمر في القريتين تقريبا عمل إبادة شبه كاملة في قرى كانت صغيرة جدا وقتها فمات ربعمائة حد ربعمائة إنسان رجل هم رأيه أيضا في حملة فريزر 1807 على الرشيد اللي هي بالفعل الرشيد تمكنت من سحق الحملة رجالا ونساء أيضا لما حاولت الدولة العثمانية ودي رمز للتخلف وأيضا أحد الاحتلالات اللي هي فعلا يعني سحقت يعني قيم التنوير والتطور الصناعي والتطور الاجتماعي في مصر لوقت طويل كانوا لديهم رغبة في استعادة السيطرة بالمشاركة مع إنلترة على مصر مرة تانية فرتبوا مع محمد الألف اللي هو كان أحد قواظ المماليك الحملة اللي هي هزمت في دم نهور وكانت مشاركة النساء أيضا كما تشير كل التسجيلات التاريخية الأجنبية والمصرية كانت مشاركة هائلة فكان منطقي إنه يبقى فيه دور لأنه المرأة عندما احتاجها المجتمع كانت حاضرة للدفاع عن الأمة مثلها مثل الرو فبدأت عملية التعليم في مصر وكان ده المدخل لمسألة مشاركة المرأة في التنمية طبعا مشاركة المرأة في التنمية في مصر تاريخيا قائمة لأنه إحنا في القطاع الزراعي بالتحديد كان دائما المرأة تشارك الرجل في الأعمال الزراعية عند الطبقات الدنيا والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في الريف المصري الحقيقة إنه هذه المشاركة كانت قائمة وفي صمت لكن عندما بدأ المجتمع يتطور عندما بدأت الصناعة أصبحت مشاركة المرأة في الصناعة مرتبطة بفكرة إنها تكون لها علاقة بالتعليم والتدريب هنلاقي أول تعليم للفتاة في مصر غير تعليم المنازل يعني كل الطبقات العليا في مصر كان التعليم إنه بنات الطبقات العليا بيذهب لهم حد يعلمهم في المنازل تاريخيا لكن كانت أول مدرسة هي مدرسة المولدات أو القابلات اللي هي بالفعل نتيجة إنه مجتمع محافظ وفيه احتياج لإنه فيه حد يساعد في عمليات الولادة فلازم تبقى سيدات أو لازم تبقى مرأة فتم تأسيس هذه المدرسة في عهد محمد علي لكن كان فيه موقف اجتماعي متخلف في الحقيقة إنه كان يبدو كأنه عار مجتمعي على أي حد أن يتجوز بواحدة خرية مدرسة مولدات أو بتقوم بهذه المهم لكن الأمر في الحقيقة لم يستغرق وقتا طويلة مع ظهور الدور المهم اللي بتقوم به المولدات بالفعل بدأت هذا الموقف الاجتماعي المحافظ يتفك فبدأ بالفعل يبقى فيه قبول مجتمعي لهذا الدور اللي هو دور صحي يعني له علاقة بالرعاية الصحية وأيضا دور اجتماعي ودور له علاقة كمان بمسألة تغيير جوهري في مؤشرات معدلات الوفيات في مصر بالنسبة للموليد اللي هي كانت عالية جدا قبل إنشاء المدرسة بعد كده كان فيه إنشاء مدرسة السيوفية مدرسة السيوفية اللي هي بعد كده تسمت المدرسة السنية اللي هي أهم مدرسة أشهر مدرسة في تاريخ مصر في الحقيقة في المدارس الرائدة في التعليم وتوفر لمصر عدد من الرواد اللي ساهموا في إن المرأة تدخل في التعليم أهمهم في الحقيقة كان من أولهم رفاعة طاطة هذا الرجل الآن بدور تاريخي هائل وعظيم المرأة تحتاج للتعليم مثلها مثل الرجل المرأة حتى وإن بقيت في المنزل هي تحتاج للتعليم لحسن العلاقة مع الزوج لحسن التربية الأبناء يعني كان أيضا لا يقف عند هذا الحد ولكنه كان بيرى إن المرأة من حقها أيضا أن تعمل بعد ما تحصل على التعليم اللي بأهلها للعمل كان فيه أيضا دكتور أحمد لطف السيد كان فيه السيدات هما نفسهم قاموا بدور هائل في مسألة فتح يعني نهر التعليم بالنسبة لمصر يعني فيه عائشة تيمورية وهي بالمناسبة كردية الأصلي لكن مصر فيه حاجة عبقرية إنه أي حد بيجي أرماني إيطالي كردي تركي أي أن كان طالما دخل في هذا المحتوى الحضاري الهائل بيصبح جزء منه ومجرد ترس فيه الآلة الحضارية العملاقة لهذه الأمة هذه السيدة في الحقيقة كانت من رواد التعليم أيضا كان ملك هفن نصف أو ما تسمى اسم الشهرة باحثة البادية كان فيه بعض الرموز زي نبوية موسى هذه السيدة أمت بدور هائل فيما يتعلق بتعليم الفتاة هي كانت من أول ما انتعلموا وأول حد خد سنويا وأصرت على العمل وأصرت على الحصول على أجر مماثل للرجال في وقت أوروبا كلها لم يكن فيها أجور مماثلة أو متماسلة بين الرجال والنساء وحصلت بالفعل على أجر مماثل للرجال ثم خاضت معركة من أجل أن التعليم في مصر يبقى فيه تمصير لإدارة التعليم ما تبقاش إدارة بريطانية ولذلك أعتبرها البريطانيين بالفعل أنها شاركت في الكفاح الوطني من هذا المدخل ففصلت فطبعا لأنها كانت مقاتلة شخصيتها مقاتلة فكونت سلسلة مدارس بنات الأشرف لتعليم الفتيات ولنشر تعليم الفتيات واستحقت أن اسمها يبقى من أهم الأسماء اللي بتطلق على المدارس في مصر لحد منتصف السبعينات عندما بدأت المدارس تسمى بأسماء أصحابها اللي أسس مدرسة يسمىها باسمه أو أسامي دينية بدلا من أسماء رموز عصر التنوير والرموز التاريخية لمصر كان فيه يعني في مصر بقى عدد من اللي شاركوا فيه النضال السياسي الاجتماعي زي هودش عراوي سيزان أبراوي لطيف الزياد سهير القلموي كان فيه عدد اللي عندنا قافلة في الحقيقة هائلة حتى لو اختلفنا مع البعض منهم فكريا ولكنهم قاموا بدور هائل فيما يتعلق بمسألة يعني تأسيس مسألة التعليم في مصر اللي هو مرتبط رتبات أساسي بتأهيل المرأة لإنها تدخل سوء العمل في الأعمال غير الزراعية وغير المنزلية لأن العمل التاريخي للمرأة قبل التعليم كان هو أعمال المنزل والأعمال الزراعية بالمناسبة أعمال المنزل هناك نوع من الغبن الحقيقي في النظر لها أعمال المنزل هي عمل يعني لو المرأة في المنزل قالت مش هتشتغل في البيت بيتطر أو بتضطر الأسر أنها تجيب حد يشتغل في البيت بأجر ممكن يبقى عالي جدا وبالتالي عملها في المنزل هو عمل مهم جدا ويستحق حكتين أن الزوج لما يقدم أجره إذا كانت الزوجة لا تعمل وموجودة في البيت يقدم راتبه يقدمه على أنه راتبه هو زوجته يعني كنوع من رفع القيمة الاجتماعية للمرأة لدى الأسرة أنه ده دخلنا إحنا لتنين لأن هي بتعمل في المنزل وهو بيعمل في الخارج الأمر الثاني تستحق وهذا هو الأهم وكل الجمعيات المهتمة بالمسواه النوعية بين المرأة والراجل لم تهتم بها أبدا هي فكرة التأمين على المرأة التي تعمل في المنزل التأمين الدولة تدخل كرب عمل والأسرة تدخل بحصة العامل يعني الزوج والزوجة يدخلوا بحصة العامل والدولة تدخل في التأمين بحصة رب العمل لأنها بتقوم بدور للأمة بدور للمجتمع للدولة في أنها تخلق بتعمل بيت مستقرة تساهم في تربية الأولاد بشكل أفضل والأفضل أنه حتى ربت المنزل أنها تكون متعلمة يعني إذا كانت تغطاوة من قرنين من الزمن قال أن تعليم المرأة جوهري وحاسم في حسن المعاشرة للزوج وفي حسن تربية الأبناء وتنشئاتهم فأعتقد أننا دلوقتي بعد قرنين يعني المفترض من دايب أبديه أنه فكرة أنه التعليم مهم حتى ليه مش هتعمل في خارج المنزل الحقيقة أنه يعني المسألة تعليم المرأة عند الفئات الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى مرتبطة بأن هذا التعليم يكون له عائد وبالتالي إذا لم يكن هناك عائد إذا كانت المرأة بعد أن تتعلم ستصبح عاطلة إذا كانت المرأة بعد أن تتعلم ستصبح عالة على أسرتها فبيبقى يحوافز التعليم بتضعفه في الأمر عند بضع سنوات من التعليم الابتدائي أو إنهاء الابتدائي ويبدأ التصرب يزيد بشكل قوي في المراحل اللاحقة وأحيانا في جزء ما بتخلش المدارس أصلا يعني حوالي 7% من 8 إلى 18 سنة لم يدخلوا التعليم أصلا فهنا في الحقيقة هذا الأمر مهم للغاية اللي هو سوء العمل كيف يتعامل مع المرأة وأيضا بالمقارنة بما يحدث في العمل هنلاقي إحنا عندنا في الحقيقة في التعليم إحنا الحد السنوي كان في سنة التسعين مثلا كانت واحد وتسعين كان يدخلوا التعليم السنوي واحد وستين في المئة من النساء في الفئة العمرية اللي هي مقابلة لفترة السنة كان العالم المتوسط العالمي كان 45% يعني كنا أعلى بكتير حاليا بقى إحنا 66% المتوسط العالمي 67% في المنطقة العربية إحنا بقينا للأسف تعليم المرأة في مصر بالمقارنة بالمنطقة العربية مصر في المرتبة للـ 12 عفوا للـ 15 تقريبا لا يلي مصر إلا جيبوتي والصومال وموريتانيا يعني دي الدول اللي بتالي مصر وجزره القمر إنما كل الدول العربية اللي كانت خلف مصر بزمان أصبحت في الحقيقة قابلها في الوقت الحال التعليم وارتباطه بالعمل أهميته زي ما قلت إن هي عنصر أساسي في تعليم الفقراء وشرائح الدنيا من الطبق الوسط هنلاقي إنه مصر كانت حصة المرأة في سوق العمل حتى عام 81 تسعة وعشرين في المئة من الوظائف في مصر كانت للنساء حاليا 22.14 يعني كل الدول العربية بلا استثناء ارتفع المؤشر فيه بيحدث تقدم بطيء سريع لكن بيحدث تقدم إحنا حصرا بيحدث تخلف وتراجع في هذا العمر كمان العمل بالنسبة للنساء في مصر هنلاقي إن دخل المرأة العاملة 27% من دخل الرجل لماذا؟ لأن الوظائف الدنيا محجوزة للمرأة في قطاع الزراعة اللي هو الجزء الرئيسي من النساء في مصر بيعملوا فيه يعني حوالي 46% من النساء العاملات في مصر بيعملوا في قطاع الزراعة في حين إنه الحقيقة إنه المتوسط العالمي أقل بكتير المتوسط العالمي في هذا الشأن هنلاقي إن في الدول المتقدمة ثلاثة في البيئة من النساء بيعملوا في الزراعة ومفترض أن الزراعة عمال مرهقة يعني بدنيا المفترض أنه من الأعمال اللي يبقى فيها يعني وجود ذكوري أكثر يعني قطاع العقارات أو الإنشاءات قطاع الزراعة المفترض أن وجود النساء فيه بقى أقل لأنه أعمال ضد طبع ذكوري لكن في مصر 46% من النساء العاملات بيعملوا في قطاع الزراعة و 32% من النساء اللي بيعملوا لدى أسرهم لا يتلقون أجرا يعني بالمقارنة الرجال اللي بيعملوا لدى أسرهم لا يتلقوش أجرا يقول لك أصل النساء زي الرجالة في الموضوع اللي 8-18% رغم أنه المنطقي بما أنه القوة العمل الزكورية أو الدخلين قوة العمل من الرجال أكبر بكثير من النساء المنطقي أنه أيضا تبقى النسبة تبقى الرجال أكبر اللي هما بيعملوا بدون أجرا عند أسرهم من نسبة النساء لكن العكس اللي حاصل لأنه المرأة في العادة الأسرة يعني بيبقى أمر يعني مستبعد فكرة إعطاءها الأجر عن أعمال لدى الأسرة أنا أكلمش عن أعمال داخل المنزل أكلم عن أعمال يعني أعمال يعطى أجر عنها في الزراع في بعض الورش في بعض المصانع في بعض حاجات من هذا النوع في أعمال أسرية لا تعطى أجرا عنها بنسبة كبيرة بالمقارنة بالرجل الدول المتقدمة زي ما قلت النساء في الزراع 3% في الصناعة 12% في الخدمات 85% في مصر 46% في الزراع حوالي نسبة بين نسبة هنلاقي إن 28% من الرجال بيعملوا في الزراع 6% من النساء بيعملوا في الصناعة 27% من الرجال بيعملوا في الصناعة 48% من النساء بيعملوا في الخدمات 45% من الرجال بيعملوا في قطاع الخدمات الغريب بقى أن مصر حتى فيما يتعلق بعمل المرأة لو قررناها بالدول العربية هنشوف بقى مصدر التأثير هنلاقي إن النساء اللي بيعملوا مجموع النساء من قوة العمل ارتفعوا في دول المغرب العربي من 21% من عشر في المئة سنة 81% لتلاتين ونصف في المئة سنة 2010 في المشرق العربي اتراجعت النسبة من 22% من عشر في المئة إلى 20% وستة من عشر في المئة وأغلبها لنساء من خارج البلد نفسهم يعني بمعنى أن العمالة في المملكة العربية العمالة في الإمارات العمالة في الكويت العمالة العمالة النسائية الموجودة عندهم مش محلية هي عملات قادمات من الخارج بس بتحسب ضمن العمالة الموجودة داخل البلد فمركز التأثير الرئيسي اللي أبدأ لتراجع النظرة للمرأة في مصر سواء في التعليم أو في سوء العمل هو منطقة الخليم وعلى رأسها المملكة العربية اللي هي رأس الحربة في قيم المحافظة القيم المحافظة أو القيم الراجعية فيما يتعلق بالنظر للمرأة الحقيقة أن هذا الأمر حدث بسبب خروج المصريين للعمل في الخليج في نصف الثاني من السبعينات خرج المصريين للعمل في الخليج وفق نظام أقرب للعبودية اللي هو نظام الكفيل ده نظام عار على أي دولة بتعمل به نظام لا أخلاقي لما بنتكلم في أي مؤتمر دولي مع أي حد عن التمييز أو شيء من هذا القبيل وعن الكيان الصهيوني وعنصريته يقول لك طبعا أنتم عنصريين أنتم عندكم حتى في تعاملاتكم بينكم وبين بعض غير البدون يعني البدون ده منمط من العنصرية اللي هو ما بيدهمش كنسية أصلاً لكن غير ده أنه حتى لما بيخرجوا عمالك ويروحوا الخليج بيعاملوا باعتبارهم أقنان لأنه بياخد الباسفور بتاعك وإذا طلع رب العمل بتاعك رجل محترم بتقضي فترة كويس لكن لو له أي غرض من أي نوع تجاه العامل أو العاملة اللي عنده هناك يستطيع أن يفعل ما يشعلين الباسفور معه وإذا احنا شفنا قضايا الجلد وقضايا السيجنل بالنسبة لكثير من اللي كانوا موجودين في العمل وغير ده أثروا إيه بقى على مسألة نقل القيم أن مصر المتنورة المتحضرة اللي كان بقالها يعني قرن ونص على الأقل دخلت مرحلة التنوير والتحضر بالفعل لا تنقل قيم التنوير لأنه ليس من شأن القن أن ينقل قيم التنوير إلى السيجن الذي حدث هو العكس نقل قيمه في كل شيء من هذه المملكة اللي هي رأس المحافظة والرجعية في المنطقة العربية إلى مصر فبدأت مصر ترتد إضافة الأمر آخر الفارق الكبير في الأجور بين الأجر في مصر والأجور في منطقة الخليج أدى إلى أنه عندما يزهر الزوج للعمل في الخليج يستطيع أن يستغني عن دخل الزوجة في داخل مصر وبالتالي أصبح عودتها للمنزل ومسألة بالنسبة له لم تفرق من ناحية تكوين الدخل وأدى إلى أن الدور الاقتصادي للمرأة في المجتمع يتراجع بقوة ومساهمتها بداخل الأسرة تتراجع بقوة وبالتالي هذا الأمر بيؤثر على مكانتها داخل الأسرة على النظر لها عموما اجتماعي فهذا الأمر أثر بشدة بالذات على الفئات اللي خرجت بكثافة للعمل في الخارج لدى الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى الطبقة العليا لم تتأثر كثيرا وأكثر طبقتين في الحقيقة يعني حتى في اللحظات المجتمع بيبقى راجع نسبيا فيها تحررا هم الطبقة العليا وأفقر الفقراء أفقر الفقراء ما عندهم شي طرف المحافظة في الحقيقة لأن الزوجة ينبغي أن تعمل في الحقل مع الزوج أو تعمل في حقول الآخرين زيها زي الزوج وبالتالي بالنسبة للقطاع الريفي وبالنسبة للفقراء المدن نفس الأمر ما بيبقاش عندهم طرف المحافظة أصلا يعني فكرة التكوين المحافظة أو الراجعة وعمل المرأة اللي هو ممنوع ما عندهمش هذا الطرف لأنه احتياجات الحياة هي المجبرة في هذه الحالة الطبقة العليا لأنها بتظل مرتبطة بطبقات العليا في البلدان اللي هي بتتطلع أو بتنظر لها وإن كانت بالفعل مع بعض الارتباطات اللي بتتكون مع مناطق محافظة هنجد أيضا أنه فيروس الرجعية ضربها هي كمان ولكنه ليس شاملا يعني حياة عودة مرة أخرى للتمييز في سوء العمل كان في حاجة فارقة في مصر سنة 2002-2003 كان في مئة وسبعين ألف فرصة عمل لدى الجهاز الحكومي فعملوا إعلان عنه فتقدم وكانوا يقولوا أن كل العطلين في مصر أقل من 2 مليون حوالي واحدة وثمانية وان عشر مليون تقدم سبع ملايين لفرصة عمل لدى الجهاز الحكومي بأجر 150 جنيه لا يمكن أن أحد يتقدم لأجر الوظيفة بأجر من هذا النوع إلا إذا كان ليس لديه أي شيء آخر وبعدين كثير منهم عارفوا أن الموضوع يبقى صعب جدا فاللي بالفعل وصله للنهاية كان أربعة ومص مليون الألطف بقى اللجنة العليا للتشغيل كانت برئاسة رئيس الوزراء اللي هو كان وقتها دكتور عاطف عبيد في تصنيفها بقى قبلت مين ورفضت مين قالت ستمية وستين ألف سيدة تم اعتبارهم غير عاطلات ليه؟ لأنهم متزوجات ومستقرات كأن المرأة يتبقى مش متزوجة يتبقى حياتها مضطربة أو منفصلة أو أي شيء من هذا القبيل عشان تعتبر عاطلة هذا طبعا عبس مطلق لأنه تعريف العاطل هو أي رجل أو امرأة في سن العمل قادر على العمل يرغب في العمل عند مستويات الأجر السائدة ولا يجد عملها هذا تعريف العاطل في كل الدنيا إنما فكرة أن السائدة مستقرة ده لم يخطر على بال أحد أصلا من اللي يشتغل في علم الاقتصاد يعني لا في مصر ولا برا مصر ده كان بيعكس أن الدولة نفسها صارت لديها بالفعل أو صار لديها بالفعل اتجاه تمييزي ضد المرأة في مسألة العمل حتى في الوظائف الحكومية الأمر الثاني أنه هو الانفاق العام فيه انفاق عام موافق أو متوافق أو ملائم لخلق فرص للنساء وفيه انفاق عام مضاد للقلق فرص عمل للنساء الانفاق العام كلما زادت حصة الانفاق على البنية الأساسية كانت فرص العمل الزكوري لماذا؟ انفاق على البناء الأساسية وانت مغمى هو انفاق على بناء طرق محطات كهرباء محطات مياه محطات صرف محطات اتصالات خطوط كهرباء إلى آخره فهي في الآخر أعمال بنسبة 99% زكورية لو فيه انفاق عام بيبني مصانع بيبني مستشفيات بيبني مدارس بيبقى عندك انفاق عام موافق أو مواتي لخلق فرص عمل متوازنة بين النوعين فانا الانفاق العام في مصر كان بالأساس على البنية الأساسية وبالتالي هو انفاق عام متحيز من البداية لخلق فرص عمل زكورية وليست فرص عمل متوازنة بين النوعين الأمر الثاني انه يعني لوقته طويل جدا عندنا نمو اقتصادي بطيء وبالتالي معدلات خلق فرص العمل أقل من معدلات نمو قوة العمل وبالتالي زادت البطالة بين النساء وبين الرجال والطبيعي في حالات زيادة البطالة في المجتمع كله انه بيتم استغناء أولا او ان انت ما بتعطيش فرص عمل للنساء يا استغناء عن موجودين يا اما لا تعطي فرص عمل للنساء الا في بعض القطاعات اللي بيفضل فيها النساء زي جمع الخضروات والفواكه والزهور وغيره لانه النساء والأطفال لانه أجورهم بتبقى متدنية جدا وليس هناك اي حماية من الدولة يعني فيه جزء اساسا في اي بلد في العالم بيحترم ناسه انه لابد من ان الدولة تبقى حامية لعلاقات عمل وعلاقات انتاج عادلة من ضمنها حد ادنى للأجر سواء كان في اي قطاع ودوم يتقول لك الحد الادنى للأجر كأنه للحكومة بس دعبس مطلق حد الادنى للأجر هو ادنى أجر يعطى لأدنى عامل ليس لديه اي كفاءة في كل الاقتصاد في سنة اتنين وخمسين عملوا حد ادنى للأجر 18 ارش في اليوم طبعا كلنا نضحك على 18 ارش في اليوم 18 ارش في اليوم كانت تشتري كيلو ونص لحظة وفي الريف وكانت تشتري حوالي كيلو وربع في الحضر كيلو لا بخمستاشر ارش يعني وكان في الريف كان بخمستاشر وفي الحضر كان اغلى شوية لا في الريف كان باثنشر ارش وفي الحضر هو اللي كان بستاشر فهنا الحقيقة انه لو خدنا هذا الأجر وعملنا قدرته الشرائية لان الأجر الحقيقي في حكتين فيه أجر اسمي اللي هو ما اتلقاه من أوراق نقدية في اخر الشهر كمرتبه الأجر الحقيقي هو ما يشتريه هذا الأجر الاسمي من سلع وخدمات وده الأهم ده اللي له قيمة ده اللي بيعني شيء بالنسبة للعامل لو خدت الأجر الحد الأدنى للأجر بتاع عامل التراحيل سنة 52 هلأ انه يساوي أكتر من 2000 جنيه من جنيات الوقت الحالي وما خدناه بسلعة واحدة اللحمة ده اللحمة أدنى سلعة يعني موضوع السكان مرتبط بي في النهاية أنا بوظف السكان دول إزاي لأنه في الآخر عدد السكان ده مرتبط بجهاز إنتاجي برضو مناسب لهم لما بيزيد السكان بيزيد حجم الجهاز الإنتاجي لأنه فيه طاقة عمل المفترض أن السكان مش بلوة السكان عند اليابان هم الثروة الحقيقية لها اليابان خالية من الموارد ما عندهاش زر البوكسايد وبتتدول المركز من واحد لثلاثة على العالم في إنتاج الألومنيوم اللي هو دخم الألومنيوم ما عندهاش حديد وبتتدول برضو المركز من واحد لخمسة في إنتاج الصلب لأنها بتعتمد على الطاقة البشرية اللي عندها وبتوظفها وبالمناسبة من سنة 65 لحد 2007 معدل النمو السكاني في ماليزيا أعلى من مصر وبفرق كبير ورغم ذلك ماليزيا عملت اختراق اقتصادي أما الإدارات الحكومية الفاشلة في مصر بالزاد في السبعينات وطول عهد الدكتاتور المكلوع مبارك بالفعل قدت إلى حالة كارثية من سوء إدارة الموارد البشرية اللي بدل ما شغلها بعطلها وبحولها بالفعل إلى حالة من الإفقار والتهميش لأنه بالمناسبة العاطل أنا لا أمكنه من كاس بعيشه بكرامة بيتحول لعالة على أسرته وبيبقى فقير ويفقر أسرته إذا كانت على حدود الفقر أو ضمن محدود الدخل أو الشريعة الدنيا من الطبقة الوسطى بينزله لمصاف الفقراء فعلى أي الأحوال؟ يعني هو الموضوع بالنسبة للأجر يعني ده له علاقة بمسألة إيمان الدولة بالعدالة الاجتماعية أو إنها بالفعل لا علاقة لها بموضوع العدالة الاجتماعية آخر السنة تم وضع أجر أساسي للمصر فيها سنة 84 35 جنيه وما زال حتى الآن بالقانون بالمنازمة 35 جنيه الزيادات اللي حصلت عليه لحد سنة 2010 حوالي 118 جنيه لأجر الأساسي هي علاوات مضمومة واعتبارات تأمينية مش القانون تغير وبالتالي مصر في حاجة إلى من يؤمن بفكرة العدالة الاجتماعية بتحقيق بنظام أجور عادل بنظام ضرائب عادل بدعم وتحولات تذهب للفقراء مش للطبقة العليا وإحنا كل ده عندنا فاسد يعني نظام أجور فاسد دعم وتحولات يذهب للطبقة العليا مش للفقراء الضرائب يعني تساوي بين الطبقة الوسطى والطبقة العليا في معدل اللي هو 20% وأضافه شريحة جديدة 25% والنظام لا علاقة له بما يجري في العالم الرأس همالي مش في عالم لا اشتراكي ولا عالم تخطيط مركزي يعني الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية 35% على اللي دخله 373 ألف دولار فيما فوق إضافة 8% لحكومة الولايات هذه للحكومة الاتحادية الأولين 8% لحكومة الولايات 43% بريطانيا فرنسا إيطاليا 40% بلجيكا 43% هولندا 52% سويت 57% اللي دخله 66 ألف دولار فيما فوق أما بقى القمة هي الدنمارك 62% اللي دخله 62 ألف دولار يعني ياخد 62 ألف دولار شكرا اللي فوقيهم الدولة هتاخد منهم 62% والطبيعي ان يبقى في نظام ضريبي متدرق ومتعدد الشرائح وتصاعدي لأنه اللي بيستفيد من الخدمات العامة ومن الانفاق العام أكتر هو الأغنياء أنا لو بنيت طريق جديد مين اللي هستفيد منه أكتر اللي ماشي على رجلين ولا اللي راكب عجلة ولا اللي راكب بسكليتة ولا اللي عنده عربية ولا اللي عنده أسطول سيارات بالتأكيد اللي عنده أسطول سيارات ولذلك هو فكرة المنطقة أو فلسفة أنه تحمل الطبقات العليا بنسبة أعلى من الضرائب معدلات أعلى من الضرائب لأنها تستفيد من الانفاق العامل للضرائب دي بتستخدم عشان تموله تستفيد بأكبر بكتير من كل طبقات المجتمع الأخرى الحقيقة أنه مسألة أنت تحل هذا الوضع أولا فكرة أنت تتوافق مع المجموعات العالمية المجموعات الدول اللي هي فيها اتجاه إيجابي يعني مصر الاتجاه فيها رمى ناحية المشرق العربي وناحية الخليج مش ناحية المغرب العربي المغرب العربي كان أفضل فيما تعلق بمسألة تعليم المرأة عمل المرأة مشاركتها السياسية كان أفضل احنا في الحقيقة اتجاهنا في تأثيراتنا أو في تأسرنا إلى منطقة المشرق العربي اللي هي وبالذات منطقة الخليج وهي منطقة في الحقيقة حتى الآن لا تعرف الحرية إليها سبيلا ولا العدالة النوعية أيضا لا تعرف إليها سبيلا حتى الآن ربما استثناءات صغيرة هنا أو هناك ولكن الكتلة الرئيسية في هذه المنطقة هي المملكة العربية وهي في هذا الموضوع مغلقة تماما أنا عارف اعتبارات الوقت الحقيقة لو قلت مثلا فيما يتعلق بالبرلمان مصر خدت حق المرأة حق التصويت والترشيح سنة 56 بعد 11 سنة من إيطاليا وفرنسا يعني كل البلدان خدت بعد الحرب العالمية الثانية قبل الحرب العالمية الثانية وقبل الدور العظيم للمرأة في الحرب دي لم يكن لديهم هذه الحقوق حتى هذه البلدان الأوروبية مصر خدتها سنة 56 مصر خدت سنة 56 مشاركة النساء في البرلمان حوالي 2% 2% مقارنة بإيه يعني العالم عموما 19% حتى الشرق الأوسط اللي احنا بننتمله 9% كانت 4% سنة 90 بقى 9% حاليا هنشوف بلدان زي سوريا من 9% سنة 90 إلى 12% حاليا تونس 28% قبل الثورة هولندا نتحدث عن دول متقدمة 41% السويد 45% الولايات المتحدة الامريكية 17% بريطانيا 22% هم نفس النموذج فرنسا 19% ألمانيا 33% الفارق فارق الجوهري الدول اللي بتعمل حصص للنساء انها بتعتبر مش مسألة ان داي البعض يقول لك ان هذا تمييز عكسي او داي يعني وضع استثناء للمرأة وبيكرس فكرة ان المرأة يعني اقل من الرجل هو الفكرة مش كيف الفكرة كالتالي ان المجتمعات البشرية لوقت طويل جدا تكرس وضع ان المرأة بعد ما كانت في العصر المشاعية البدائية والعصر الأمة واللي بنسميه ان هي كانت هي رأس العائلة وكانت هي السلطة الحقيقية تحولت الفعل عبر آلاف السنين إلى انها بالفعل درجة تانية فتكرس هذا الوضع عشان تغيره لازم بتعمل إجراءات استثنائية زي ما احنا بنقول الموازنة العامة للدولة معادية لفرص العمل بالنسبة للنساء وبنقول لازم يقف تحيز عكسي عشان تعدل هذه الصورة ولو لفترة مؤقتة نفس الامر في هذه البلدان انه حصص للنساء في البرلمان لفترة مؤقتة بعد كده بالفعل المجتمع يبقى مؤهل لانه ينتخب الاصلح بين الرجال والنساء دون ان يكون لديه بالفعل في ثقافته مسألة التمييز وبمناسبة الثقافة احنا بالذات امه لديها ميراث حضاري هائل احنا لا نستدعيه يعني في العهد الفرعون عندنا عدد من الملكات من الدولة الأديمة يعني الدولة الأديمة فيها الملكة حاتوب حرس فيها الملكة خينتكاوس في الدولة الوسطى في عدد من الملكات في عندنا الأسرة العظمة اللي هي بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة اللي هي الأسرة 17 اللي هي بقى فيها سيدات كلهم قوى عظمى يعني الام المقدسة تيتشيري اعج حدو احمس نفرتاري ثم بعد كده دول الام المقدسة تيتشيري دي كانت زوجة ام سقنن راع اللي هو لا اخنا تون تي تي ام اخنا تون انما تيتشيري هي كانت ام سقنن راع اللي هو خاض الحرب الوطنية العظمى للمصرين ضد الحق خسوت او الهكسوس حق خسوت يعني حكام البلاد الاجنبية فضل المصرين يسمينهم كده وده مال بالمناسبة بالممياء بدعته موجودة وفيه كسر في الجنجومة لانه استشهد في الحرب وزوجته اللي هي اعج حتوب دفعت بابنها الاكبر كاموس وايضا قتل ثم ابنها التاني احمس اللي هو انتصر فهذه الاسرة في الحقيقة كانت السيدات لها دور رئيسي في الحجد والتعبئة وجمع التبرعات وكل الاشياء المرتبطة بمسألة شن الحرب الوطنية من اجل استعادة استقلال مصر بعد مئتين سنة من الاحتلال بعد كده في المالكة تي اللي هي زوجة امان حتوب الثالث ودي مالكة ميتانية مش مصرية اهداها اهلها لانها كانت خضع على مكان وخضع للمصر للمالك امان حتوب الثالث وكانت زوجته الرئيسية وهي كردية بالمناسبة لان مملكة ميتاني القديمة هي الاكراد هي المنطقة الكردية في شمال العرب اه ودي ام اخناتون وحمات نيفرتيتي كانت طبعا الحرب الشهيرة بين الحمى وزوجة الابل لكن كل منهم كانت سيدة قوية وسيدة جبارة يعني على ايه الاحوال التاريخ المصري كان مليم ايضا حتى البنية الفكرية والاسطورية للمصريين متعلقة بالاديان كل المجمعات الاديان تسوعها اليوبلس وغيره كان فيها اله مذكر اللابوأ الاسد يعني قتاله محدود جدا المقاتل الحقيقي في عائلة الاسد هي اللابوأ مش الاسد فهي في الحقيقة هما مختارين الهة الحرب باعتبرها هي بالفعل هي المقاتلة والمحاربة فعلى ايه الاحوال اللي عنده هذا التراث الثقافي بالفعل المفترض انه يستحضر ما هو كل ما هو ايجابي منه سواء في مشاركة المرأة في التنمية في الحرب الوطنية في الحروب الوطنية انها ضمن المنظومة الثقافية التاريخية لمصر حاضرة وموازنة للرجل لو استحضرنا ده نقدر نعمل تغيير في الثقافة لان مصر تحتاج تغيير جوهري في ثقافة النظر للمرأة لاستبعاد المؤسرات الخليجية والوهابية وانتصر للنموذج الاسلام الوسطي الموجود تاريخيا في مصر اللي بيعامل المرأة بشكل في الحقيقة كان متميز للغاية يعني حتى الحروب اللي تم خوضها في مصر لتحقيق المسواهي النوعية مثلا في التعليم الجامعي الدكتور احمد لطفي السيد قال هو كان رئيس الجامعة المصري نبه على كل عمداء الكليات اقبلوا الفتيات بس من سكات وكأنه يعني هيدحك على القوى المحافظة او الرجعية طبعا هو اول ما دخله شنوا حرب علي فقال لك انها الحرب طالما اعلنوها انها الحرب عالنا الجامعة بتقبل الفتيات وبتعمل اعلان ليهم من اللي عايزة متخرجة من سنواء عايزة تقدم للجامعات تتقدم للجامعات زي زي الرجل وانتهى الامر بانصار قوى التنوير يعني بسهولة لم يكن المعرك طبعا خاضوا معركة حقيقة لكن لم يكن الموضوع صعبا لان عندك مرس حضارة تستطيع استدعاؤه في مثل هذه اللحظات سواء من تاريخك القديم او ايضا من تاريخ القبطي او التاريخ الاسلامي لان لدينا في كل يعني مراحل التاريخية في مصر ما يمكن ان نستند اليه في مسألة دعوة التنوير والمساواة النوعية بين المرأة والرقم الحقيقة انه المشاركة المرأة يعني في العمل في مصر حاليا بالمقارنة بالعالم يعني انا بقول دوما فكرة الوسط التاريخ اللي احنا بنأثر فيه ونتأثر به ودي بالمناسبة يعني لإعادة الحق لأصحابه اول من اتى بها كان هو حد فيلسوف روسي اسمه جورج بلي خنوف واخذها اليسار واليمين فكرة الوسط التاريخ ان ليست هناك امة تستطيع ان تخرج من اسر مستوى التطور الاجتماعي الاقتصادي السياسي الحادث في العالم لابد ان تتأثر به رغما عنها اذا كانت دخلة في علاقات مع العالم مش دولة منعزلة تماما ولا علاقة لها بالعالم وبالتالي الوضع الموجود في العالم فيما تعلق به تشغيل المرأة هنجد ان احنا المنطقة العربية عموما متدنية لكن لو بصينا لي دول زي الواتن المتحد الامريكي هنجد 48% من قوة العمل نساء في بريطانيا 52% في فرنسا 49% في المانيا 47% هناخد دول نامية بقى تركيا 22% تايلاند 45% السويد 50% دولة متقدمة طبعا مش دولة نامية حصة المرأة في العمل في الأعمال المدفوعة الأجر غير الزراعية يعني لو شيلنا الزراعية هنلاقي في مصر 19% هنلاقي في دول زي قطر 13% المملكة العربية 15% بس دول أجانب هنلاقي سوريا 16% المغرب 21% إجمالا هنلاقي مصر بالنسبة لي الدول المفترض ان هي كانت في مستوى تطورها زي مصر 19% تركيا 22% احنا كنا اكثر تقدم من تركيا حتى الستينات القرن العشر تايلاند نفس الحكاة كنا اكثر تقدما بكتير احنا هي 45 احنا 19 كوريا الجنوبية حوالي 48 احنا 19 كوريا الجنوبية بالمناسبة مصر حتى عام 1965 كان الناتج المحلي الإجمالي المصري 5 و 1 من 10 مليار دولار كوريا كانت 3 حاليا مصر مصر 215 و 9 من 10 مليار دولار سنة 2010 كوريا الفكة اللي فوق التريليون قد ناتج المحلي الإجمالي لمصر يعني انت بتكلم عن تجاوزة تريليون دولار صدرات مصر كانت سنة 65 625 مليون دولار كوريا كانت 175 مليون دولار حاليا كوريا جنوبية 400 مليار دولار احنا كنا وصلنا 26 نزلنا لحوالي 24 ونص مليار دولار يعني كنا افضل في كل المؤشرات منها فالحقيقة انه موضع المرأة في العمل اللي هو مؤثر بشدة على تعليمها بالذات عند الشرائح الدنيا و من الدخل وعند الفقراء اللي بتتأثر فعلا بمسألة عمل المرأة وعدم عملها بيؤثر بشدة على مسألة قرار تعليمها مصر كانت اكثر تقدما من دول كتير زي كوريا جنوبية زي تايلند او غيره واصبحت بالفعل في موقع للأسف متخلف بالمقارنة بهذه البلدان يحتاج الامر لثورة حقيقية سواء للمسواهي النوعية او لان انت تعمل استنهاض لكل الاقتصاد حتى يستوعب كل الطاقات الانسانية الموجودة فيه سواء كانت طاقات زكورية او نسائية الموضوع مش مسألة مرأة في مواجهة الرجل ولكن اصلاح المجتمع كله وايضا اصلاح النظرة النوعية من اجل خلق مسواه بين المرأة والرجل انه اذا تحدثنا عن مسألة البطالة البطالة في مصر اخر بيان في عهد مبارك كان بيقول ان البطالة تسعة ونصف في المئة الرقم كان مزور يعني انا كنت من سنة 2000 لحد سنة 2010 في تقريب الانتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية اللي انا رئيس تحرير وكنت بعمل اول جزء في القسم المصري عن تزوير البيانات الرسمية وكنت بجيبه من تضارب بيانات من جهات مختلفة الرسمية فانا كانش حد بقدر ينطل لحد اخر عدد خدوا قرار باقالتي انه خلاص ذهبه يعني لقى انه انا كنت جايب الرقم البطالة الحقيقي في مصر لا يقل عن ربع قوة العمل كانت 27% بالضبط النصب بيجي منين انه هما في سنة 2000 يعني 2002 سلموا بيانات للبنك الدولي انه قوة العمل عندنا 25.9 مليون شيل منها العاملين يتبقى العطليين جم في سنة 2010 وقالوا انه قوة العمل في مصر 25.3 مليون نقص في حين النصاف الزيادة صافي الزيادة السنوية في مصر 800 ألف وبالتالي قوة العمل المصري سنة 2010 كانت لا تقل عن 32 مليون شخص بتشيل منهم العاملين فعلا انهم كانوا حوال 23 مليون يتبقى عندك 9 مليون انت بتكلم هنا عن معدل بطالة حوالي 27% وبالتالي الأمم المحترمة والدول المحترمة تصارح نفسها لحجر الحكومة لحجر المجتمع من أجل حل المشكلة بطالة النساء وبطالة الرجال نحن عندنا بطالة ضخمة جدا للرجال والنساء عند النساء أعلى بكثير لكن عند الرجال أيضا مرتفع هذا الأمر لا يحل إلا من خلال مشروع من خلال مشروع حقيقي لبعادة بناء دولة تم تحولها لعشوائيات من خلال أن الدولة قطاع عام قطاع خاص حضانة قومية لمشروعات صغيرة حضانات في الأقاليم في المحافظات في المراكز في القرى تساعد النساء والرجال الرغبين في إقامة مشروعات لإقامة مشروعات صغيرة تموّلها من أموال الصناديق الخاصة الفاسدة لما بيقولوا حدها لأدنى 36 مليار وبعض التقديرات بتصل 98 مليار جني موجودين فيها تموّلها من توفير أموال الدعم الفاسد اللي بيذهب للطبقة العليا والأجانب نحن عندنا دعم طاقة 95.5 مليار جنيه منهم ما لا يقل عن 75 مليار جنيه يذهب للرأسمالية الكبيرة المحلية وللأجانب فلو أزلت هذا الدعم الفاسد هصلح نظام الأجور والتعليم والصحة وهخلق فرص عمل بيننا أبني مشروعات جديدة يعني أقدر أعمل كثير أيضا رسوم استغلال الثروة المعدنية والثروة الطبيعية من النفط والغاز ده النهب الحقيقي الذي يجري لمصر في الوقت الحالي أنا عملت حساب لما تم نزحه من مصر في الثلاث سنوات الأخيرة لعصر المبارك الأجانب خده من مصر قد إيه خرج من مصر 86 مليار دولار يعني 500 مليار جنيه نزحه في سنة 2008 2009 2010 حسب إزاي أنت بتجيب أنت عندك حاجتين حاجة اسمها الناتج المحل الإجمالي والناتج القوم الإجمالي الناتج المحل هو كل ما ينتج من سلع وخدمات داخل البلد سواء أنتجه أجانب أو مصريين الحساب الفني ليبي بيبقى المجموع الاستهلاك زائد الاستثمار زائد الصادرات ناقص الوردات هذا الناتج المحل الإجمالي عشان تجيب الناتج القوم اللي خاصني أنا كمصريين بضيف عليه دخل المصريين في الخارج سواء كان دخل استثمارات مصرية في الخارج أو تحويلات عاملين في الخارج واطرح منه دخل الأجانب دخل مصر اللي هم حولوه لبرا فالبيان الرسمي عندنا الناتج المحل الإجمالي سنة 2010 218.9 مليار دولار الناتج القوم الإجمالي 197.9 مليار دولار الفارق بينهم 21 مليار دولار ده صاف النزح الأجنبي عشان تجيب إجمالي النزح الأجنبي بتضيف عليه تحويلات يعني تحويلات المصريين العاملين في الخارج ودخل استثمار المصر في الخارج لأن الـ 21 مليار ده صافي فيبقى الإجمالي سنة 2010 كان 34 مليار دولار خرجت من مصر الخارج في الثلاث سنين الأخيرة لعصر مبارك زي ما قلت 86 مليار دولار لأنه اتفاقيات تنقيب والاستكشاف والاستخراج للنفط والغاز بتعطي الأجانب إلى 40% من ثروتي من النفط والغاز مقابل للتخلف والتبعية بالمناسبة مصر حتى الستينات كانت الشركة المصرية اللي بتقوم بالتنقيب والاستكشاف زي ما بلول كتف بكتف مع البرازيل الشركة البرازيلية بترو براز وكان فيه مع مينماس الاندونيسية ومع الشركة الماليزية ومع الشركة الصينية كانت نفس المستوى هم تقدموا وأصبحوا مسيطرين على التنقيب والاستكشاف في الداخل وبينقابوا بالستكشف الخارج وإحنا تخلفنا ولم ننفق على البحث العلمي لأن احنا معتبرونه زائدة دودية النفق على البحث العلمي في مصر واحد من عشرة في المية من الناتج واحد من عشرة واحد من عشرة في المية من الناتج المحل الإجمالي المتوسط العالمي 2.2.10 ويصل في بعض السنوات ل2.6% من الناتج العالمي في الكيان الصهيوني المعادي واللي لم ينشأ بالاقتصاب ويستمر بالعدوان وعلى حدودة 5% فطبعا مع انفاق علمي متدني من هذا النوع المنطقي ان انت شركتك بقيت شركة عاجزة بتعملش حاجة وبتستقدم شركات اجنبية فبتاخد حصة تتراوح من 25 ل 40% من النفط والغاز بتاعها اما بقى الدهب فدي مأساة اخرى مانجم السكاري الفراعنة اول ما اكتشف هما طبعا استخدموا دهب كتير من منطقة النوبة هي النوبة اصلا معنها الدهب لكن ايضا من منجم السكري وكانت شركة سنتامين اللي هي استرالية هي مش استرالية هي والمالكين الاساسيين لها من المملكة العربية بتشكو ان الفراعنة استخدموا جزء من دهب المنجم لكن المنجم التقديري اللي موجود فيه انه 25 مليون ققية من الدهب الشركة الاجنبية بتاخد تلتين الدهب واحنا التالت لحد ما تستكمل كل ما انفقته عليه وبعد كده تاخد النص واحنا النص ده مقابل التخلف والتبعية وعار ان المصريين من خمس تلاف سنة كانوا بيستخرجوا الدهب من منجم السكاريب نفسهم دلوقتي انا جاي بشركة سنتامين الاسترالية السعودية عشان تستخرجوا الدهب وتاخد نصه او تاخد تلتينه في المرحلة الاولى ثم نصه بعد كده مسألة غريبة يعني نظام من العشوئيات والتخلف والتبعية والفساد والرشوة يعني ليس فقط فيما يتعلق بمسألة تدهور المؤشرات المتعلقة بالمساواة النوعية ولكن ايضا تدهور المؤشرات بالنسبة لمصر عموما ومسألة يعني موقفها او علاقتها او يعني المقارنة بينها وبين باقي الدول العالم الحقيقة انه عادة في مثل هذا الوضع احنا بنتكلم عن كيفية الخروج منه انا اعتقد ان هو رفع انفاق على العام على التعليم هيساعد على تحسين تعليم المرأة احنا الانفاق العام على التعليم عندنا في اخر موازنة اللي هي 51.8 مليار جنيه يعني 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي المعدل العالمي 4.6% المعدل في الدول كوبا مثلا عندها 13% عشان كده مؤشرات التعليم عندها زي واعلى من الدول الصناعية المتقدمة مية في المية تعليم فالموضوع مرتبط باننا الدولة عايزة تبز الجهد ولا لا التاني اللي هو مسألة يعني ان انا اعمل ضمان للمسواه النوعية في التوظيف من خلال الموازنة العامة للدولة انها موازنة عامة للدولة تبقى فيه مسواه في عدد الوظائف اللي بتخلقها للرجال والنساء وبالذات دي السيدات اللي هما بيعولوا اصارهم ودي نسبة في الحقيقة بقيت عالية جدا في مجتمع ارتفعت فيه معدلات الانفصال بشكل مزعج للغاية تخصيص جزء من الارادات العامة من اموال الصناديق الخاصة اللي هي انبغي ان تلغى فورا تلحق فورا بالموازنة العامة للدولة بوزارة المالية لانه ما فيش حاجة اسمها وزارة الداخلية تاخد مخالفات من المواطنين وتحطها في صندوق خاص تصرف لوزير الداخلية ثلاثة مليون في الشهر ما هذا مش منطق ده جنون فساد يعني مش حتى فساد له علاقة بالطبيعي ده جنون فساد نفس كل الوزارات وكل الهيئات عاملة نفس الحكاية هي بدأت وزارة الصحة في الاول ولمساعدة على تحسين الخدمات الصحية سنة 71 لكن انتهى الامر انها لا علاقة لها بتحسين الخدمات ده صناديق تجمع من خلالها اموال عشان ينفق منها على الاحتفالات والمهرجانات وعلى مكافأة اسطورية للقيادات البيروقراطية والسياسية الفاسدة والعملة ايضا مسألة تعديل نظام الاجور لان نظام الاجور في مصر في الحياة لحد ادنى محترم ولا في حد اقصى حتى الان يعني حتى وزير المالية قال انها عملنا حد اقصى 30 الف فانا سألت بدأ من شهر يناير لا يناير ولا فبراير في طبق هذا الامر نهائي ولا تمس يعني اللي عندنا بياخد في الاهرام مثل 92 الف اخذت 92 الف يعني الموضوع ما قال له اقصى لا بين 30 ولا بوضع حد اقصى استثناء المؤسسة الصحفية نعم استثناء المؤسسة الصحفية بمناسبة ايه لا انا مش ضد اقصى عن كلك المعلومة وايضا داخل لا داخل السياسيين لم يحدث النزول للتلاتين الف لا في المؤسسة الصحفية ولا في الجهاز الحكومي فقط المهم ايضا مسألة ان يبقى فيه تخصيص جزء من الاراضات العامة من اموال الصناديق الخاصة من الجهاز المصرافي نفسه يبقى فيه تحيز لاقراض المشروعات الصغيرة للنساء العائلات لأسارها كأولوية عن اي حد اخر يعني للجميع نعم لصغار المقتردين نعم لكن اولوية للنساء العائلات لأسارهم في الحقيقة لمساعدتهم على القيام بدور مهم بعد تخلي الرجال عنهم بالنسبة لهذه العائلات تعديل الدعم لانه الدعم عندنا مية سبعة وخمسين مليار جنيه في الموازنة الاخيرة ما يصل للفقراء اثنين واربعة من عشرة مليار جنيه اللي هو معاشات الضمان الاجتماعي اللي هو حصة الفرض من العائلات اللي يتخذوا سبعة وشرين جنيه في الشهر اللي هو اللاشين فودي مش منحة ولا منا دي حقوقهم في ارادات الموارد الطبيعية والمشروعات القديمة لبلادهم لانهم لا يستفيدوا من الانفاق العام على البنية الاسسية ولا غيره الا في حدود ضيقة جدا فدي تبقى استفادتهم الاساسية يعني يمكن مضاعفة هذه المعشات يمكن بالفعل انها تساعد النساء العائلات وايضا حتى النساء اللي داخل الاسرة المتكاملة اللي في زوج واولاد وزوجة لان وزير مالية الاسرة هي الزوجة وبالتالي مع تدهور نظام الاجتماعي في مصر هي اللي بتعاني اكتر مع ايضا مع معاشات الضمان اللي هو تدنية هي ايضا بتعاني اكتر ايضا ربط التحولات الاجتماعية للفقراء لمسألة تعليم البنات يعني معنى انا هديك السلع التامونية اللي هي باسعارها الخفاضة يعني اتعاملت هذه التجربة في المنطقة الشرقية في السودان وعملت نتائج مبهرة في زيادة معدلات تعليم الاولاد والبنات هي كانت معمولة للاثنين يعني فكرة ان انت تربطها بتعليم الاثنين والاثنين ضمنها معناها انه البنت تتعلم زي الولد اعتقد ان هي ممكن تجيب نتائج ايجابية كبيرة هناك الكثير من الامور بالفعل الممكن لمصر انها تعملها شرق ان تتوفر لها حكومة منتمية بالفعل لاهداف الثورة للرغبة في التغيير لتحقيق التوازن والتعادل والمسواهي النوعية اما ما هو موجود لدينا على الصعيد الاقتصاد والاجتماعي بالذات هو استمرار لنفس النظام الفاسد القديم لا تغيير حتى الان معركة مصر الكبرى هي انتخابات الرئاسة اذا جاء من ينتمي للنظام القديم او للتواطق بين هذه القوى والسلطة هذه القوى او تلك والسلطة هنبقى ما عملناش حاجة وهتبقى مصر محتاجة ثورة جديدة اما اذا اتمن يعبر عن طموحات الشعب عن اماله وعن رغباته في التطور في التنمية في المساواة النوعية في مكافحة الفقر والبطالة الى اخره بالفعل يمكن ان تخرج مصر من النفق المظلم الذي كانت موجودة فيه في عصر مبارك والذي استمرت فيه في الحقيقة بسبب سوء المقطع النظير لادارة المجلس العسكري لمصر فيه فترة العام الماضي اللي هي نقالها من ازمة لازمة من فشل لفشل وده اوما كان عندنا حاجة اسمها اللهو الخفي لانه نظام مبارك كان واضح في انه لما بيأتي الحد هو القاتل لكن طول السنة اللي فاتت اولادنا يقتل في محمد محمود يقتل في مجلس الوزراء ويتقالك لهو الخفي اللهو الخفي بقى في عضية التمويل الاجنبي الجامعات المجتمع المدني في الحقيقة ظهر بشكل واضح وجل انها السلطة ولا احد غير السلطة شكرا